بطل حلقتنا النهاردة هو الفنان فؤاد خليل او الريس ساتا موني في فيلم الكيف احد اهم صناع البهجة في السلمة المصرية اللي خلق لنفسه وصنع لنفسه شكل كوميدي منفرد وجسد شخصيات عالقة في قلوب جمهور الفنان الكوميدي فؤاد خليل هو من موليد محافظة الاسكندرية في 19 يوليو 1940 الام تركيا والاب مصري وكان منه هو صغير كان بيحب الفن جدا وهو الرغبة اللي ظهرت خلال دراسته بالمرحلة اللي ابتدائية وهو عنده سبع سنين وعندما رغب في الانضمام لفرقة التمثيل بالمسرح بالمدرسة ادعى بان الفنانة شادية ابنة خلطه مستغل ان والدتها تركيا ووالدته كمان من تركيا والينضم فورا الى الفرقة بل اصبح رئيس للفرقة وبالكتبة دي قدر ان هو يخش مجال وعالم الفن بالطريقة دي والفنان فؤاد خليل بلغ 11 سنة كان فريق التمثيل للهوا باسم شباب تمثيل المسرح وانضم اليهم وكمان مع زميله محي اسماعيل ونور الشريف وقدموا مسرحية بركة حي الفيل وقدموا عروض كتير جدا مسرحية وكان بيفكر ان هو يحترف في الفن ويدخل اكاديمية او الدراسة وكرر التحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكن والده اعترض وحب يبعد عنه فكرة التحاق بمعهد الفنون المسرحية دي وحكى في احد اللقاءات عن رده والده عليه لما عارف ان هو عايز يلطحك بالمعهد العالي للفنون المسرحية وساعتها قاله ان انا عندي تلات عمرات يعني بمعنى اصح هو وشقيقه وشقيقته والتنين اشقاءه كانوا صيادلة واطباء كمان وكان من الضروري انه يصبح مثله زي ما والده ما قاله او على نفس الدرجة بالزبط وقاله ان هو لازم يلطحك بكلية الطب وبعد كده يعمل ارجوز اللي هو عايزه يعمله بعد ما يبقى دكتور وبالفعل التحك بكلية الطب في جامعة الاسكندرية وبالفعل حقق رغبة والده في ان هو التحك بكلية الطب وبالخلال الفترة دي التحك ايضا بمعهد الفنون المسرحية وكمان خلال دراسته بالكلية ولم يتوقف فؤاد خليل عن تحقيق حلمه بالتمثيل وحاول التحك بالمعهد العالي للفنون المسرحية الا ان المسئولين رفضوه ثلاث مرات وده قاله في تصريح تلفزيوني ليه وقال ان هو بعد كده اتخرج سنة 1961 وانيجي بعد كده لاحترافه ومشواره الفني بدأ الفنان فؤاد خليل مسرته الاحترافية في عالم التمثيل بالمشاركة في مصرحية سوق العصر وده كانت 1968 وقام بتدريبه على التمثيل الفنان الراحل عز الدين اسلم وبعد كده جاءت الفرصة الحقيقية لدخول عالم الفن لما اشترك في مصرحية مع خالص تحياتي اللي اتعرضت سنة 1980 لما قام المخرج كمال ياسين باختياره للمشاركة في المصرحية وقال لكل اللي حالي انا عايزه ده لان شكله مطحون وساعتها الفنان كان فرحان جدا انه هيشترك في المصرحية ولكن بعد قرار المخرج كمال ياسين التخلي عن الفكرة وفكرة اخراج المصرحية لكن ساعتها زعل يدن الفنان فؤاد خليل ومن حصن حظه ان اللي تولى اخراج المصرحية كان الفنان عبد المنع المدبولي وبالفعل وقف جنبه وقال الفنان فؤاد خليل ان الفنان عبد المنع المدبولي وقف معاه وكان بيعطيه الافهات وبينصحه ان ما يزودش عليها علشان ما يبقاش سخيف وبالرغم من عشق فؤاد خليل للتمثيل لم يتخلى عن مهنته الاساسية واستمر يعمل كطبيب اسنين وكان يمتلك عيادة بمحافظة القاهرة وقام بالفعل بالكشف على مرضى رغم اقامته في الاسكندرية وكما تزوج زميلته الدكتور عفاف وانجب منها ابنه احمد ومن نطلة كمان وخلال فترة التمانينيات وبدأ الفنان فؤاد خليل في المشاركة في عدد كبير جدا من الاعمال السلمائية وكان اهمها فيلم الغول والدباح واحترس من الخط وتزوير في اوراق رسمية وفوزية البرج وزية وكانت نقطة انطلاقة فنية وكمان تكوين قاعدة جماهرية كبيرة جدا للفنان وتم استناد دور كوميدي ليه في فيلم الكيف اللي جسد فيه شخصية الرئيس ساتاموني وهو الدور اللي حقق ليه شعبية كبيرة جدا اللي اشتهر بكلمة محمود عبد العزيز بحبك يا ساتاموني مهما الناس لموني واللي في المشهد ده ادى فيه دور مؤلف الاغاني اللي كتب اغنية خاصة بالقفة بجانب الجاري الوحقوش وكمان الحب فوق الهضبة والهرم والتعويزة ويمثل كمان الفنان فؤاد خليل في مسلسل الزنكلوني وابواب المدينة وكمان عيون واسند دور للفنان فؤاد خليل في فيلم عصابة حمادة وتوتو مع بطولة النجم السلماء المصري عادل امام سنة 1982 وبالرغم من ساعاته البالغة بهالفرصة الكبيرة دي الا انه كان متوتر جدا والان علشان عارف وفي الناس بلغوا ان الفنان عادل امام سوف يتعامل معاه باستهانة وكمان قال ان هو ما يعرفش ان الفنان عادل امام انه هو طبيب اسنان ولما دخل الفنان عادل امام للاستوديو قامل جميع بتحيته ووقفوا في استقباله وتركهم كلهم وقال للفنان فؤاد خليل ايه يا فوفو انت مش عارفني انا عادل امام فاضع على التوتر تماما بهذه الكلمات اللي وجهها للفنان فؤاد خليل والفنان عانى من المرض وشارك الفنان فؤاد خليل في فوزير رمضان مع الفنان فؤاد المهندس بعد انتهاء التصوير حاول تحريك دراعه اليمين خلال تواجده في المنزل الا انه فوجأ بعدم استطعته فذهب مباشرا الى الطبيب الذي اخبره بانه اصيب بجلطة وطلب منه البدء بالعلاج الطبيعي الا انه الفنان اهمل الامر حتى تطور في اواخر سنوات حياته وكانت الفترة التسعينية فترة انطلاقة فنية كبيرة للفنان فؤاد خليل وقدم رسيد كبير جدا من الاعمال الفنية واهمها افلام البيضة والحظ وحلحوش ورسالة الى الوالي وجاء انا البيان التالي وعايز حقي وصايع بحر ومسلسل اللسة الذي احبه وجوح المصري وخلال تلك الفترة الزمنية حاول فؤاد خليل علاج الجلطة اللي اصابته في اواخر ايامه واستمر فترة العلاج لمدة خمستاشر عام وتنقل فيهم الى المستشفيات المختلفة حتى اصيب شلل رباعي في عام الفين واربعة بجانب صدمة مخية وجلطة في القلب وتوفى الفنان ورحل عن عالمنا في تسع ابريل عام الفين واثناشر والتوافى عن عمر يناهز اتنين وسبعين عاما وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كان بطلها الفنان الراحل العظيم فؤاد خليل ونرجو من حضراتكم ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة وانفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة وكمان ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تأمين الفنان اللي تحبوا نتكلم عنه وعن مسرته الفنية وحياته الشخصية في الحلقة اللي جاية دمتم في رعاية الله وامنه ترجمة نانسي قنقر شكرا